التصوم الكبير رحلة جميلة فعلاً نحو عيد القيامة كان أبونا بشوي كامل ليه عزة جميلة خالص عن التصوم اتكلم فيها عن ارتباط الأحد يمكن دي من التسجيلات الجديدة اللي طلعت على الابليكيشن الخاص بأبونا بشوي عزات الكتيرة قد كنت كلمت عن الموضوع ده ان فيها عزات كتيرة تنقحت تنقح صوتها وبتصدر الهيام دي والحياة في المنتهى الجمال فلفت نظري بونا ان هو زهنه مجهول قوي ان كل الأحد بتاعت الصوم نحوارها هو القيامة ده مش بس كل أيام الصوم الكبير ده بولوس الرسول بيقول اقامنا معه واجلسنا معه في السماويات فموضوع القيامة مش موضوع ان واحد دخل الابر وقام لكن هو واحد الشيطان بمرمط فيه ويجي المسيح واخده طلع به ويديله بهجة الحياة السماوية فالمهمة في الصوم مش الامتناع في الأكل لكن الاقتراف جدا من الحياة الأبدية وبحاجة تصديق أحلى أيام في عمري كلها ان انا صايم ومتهلل بالمسيح الساكن فيه واللي بيعدي لي مكان واللي قال لي انا ذاهب لي أعدي لكم مكانا ومتى عددت وقاتي وأخذكم معي فالصوم مرتبط بالصلاة ومرتبط بحياة الفرح والتهليل ومرتبط بالحياة المقامة فبيبالإنسان في انتعاش جثماني وفكري ومن كل حتى مادي كثير من الأباء والأمهات بيسألوا السؤال ده أولادهم مثلا صغيرين خالص هيبدأوا يعلموهم مفهوم الصوم هو عاوزوا يشترك في الصوم بس بيقول إيه أنسى بطريقة أشرح بيها الصوم للطفل وأطلب منه قدر قد إيه والطريقة قد إيه وإزاي رأي قدسك إيه في الحكاية دي يعني لو معنا طفل عايزين نبدأ نعلمه الصوم نعمل إيه أول حاجة نقوله أن الأكل حلو أعطيه من ربنا وما فيش أكل خطير لكن لما الإنسان بيبقى شبعان زيادة عن نزوم في مبالغة فما بيقدرش عمل كنترول مش على بطنه ولا على ذهنه ولا على وطفه ولا حتى في لقاءاته مع الناس بفرحان متهلن كثرة الأكل المبالغة في الأكل بتضر يعني مش بس روحياً وبتضر جسمانياً الصحة يعني فربنا سمح بالصوم علشان نقول أنا مش جاي هنا في العالم عشان صحيح كل المأكلات الحلوة هي من عمل ربنا وهو المهتم بكل حاجة في العالم لكن الله أولاً في حياتي أنا عايز ما فيش حاجة تشغني لما ليش غني الفرح والتهليل بالمسيح العريس ترجمة نانسي قنقر